كلنا عارفين حكاية سيف القوى الأسطوري إكساك ليبر وزي قدر أرسل يشيله من الصخرة ويبدأ حكمه كملك عادل بس محدش فكر إيه هو أصل السيف ده وليه هو بالقوى الأسطورية دي والكل كان عاوز يستحوز عليه نحن النهاردة بقى هنبدأ الحكاية من الأول هنعرف أصل السيف وكل اللي حصل قبل ما ينتهي به الحال المغروز في الصخرة وطبعا ميرلين الساحر هو أصل الحكاية وهنكتشف إزاي مع بعض بتبدأ الأحداث في قصتنا النهاردة اللي أحداثها تنست مع الزمن والمالكة اللي اختارها السيف وليه أرسل بزمان وزي كل الناس كانت بتول عليها شيطانة وسحيرة وفي اللال عليها بطرة ومخلصة نيموي اتصابت بسهمة في قلبها ووعد في البحيرة وفي آخر أنفسها بتكشف لنا الحقيقة كانت محتارة تبدأ بالنار اللي وصلتها للنقطة دي ولا بالمية اللي وعد فيها ولا حصل بعدها نيموي واحدة من الجنيات اللي بيتمتعوا بقدرات سحرية وبيعتبروا بالتحديد مع الطبيعة بقواها النار والأرض والمية والأشجار وهي رجع القرية بتاعتهم مست الغابة بتحس بحركة غريبة وسط الأشجار وصوت هامس بيقولها أن الموت مش هو النهاية وأنها لازم تدور عليهم بيكتشف أن اللي بيكلمها كانت غزالة مسحورة وقفة وراها وقبل من نيموي تفهم منها تدور على مين كانوا اتنين من شباب القرية أتلوا الغزالة بسهم علشان يرجعوا ويتعشوا بيها واحد منهم لما بيشوف نيموي بيولي زميله وابعد عنها علشان دي سحرة شريرة وهتأزيج زي ما تسببت في هروب أبوها من القرية في لحظتها نيموي بتفتكر أبوها وهو ماشي من القرية وهي بتترجعها ما يمشيش ولما الوحش الشطاني هاجمها في الكهف المسحور وهي صغيرة فجأة بتتعصب وبتغضب وبتقول له يخرج من غابتها ومنشدد غضبها سحرها بيتحكم فيها وبظهر علامات على رعبتها ووشها والسحر بيمتد فيها زي الجزور تماما وبتخلي القوس اللي كان في إيد الشاب بيتحرك ويخنوه لغاية ما بيوعها على الأرض وقصان سحرية بتخرج من فتحة في الأرض وبتقيده وبتحبسه بقوة وكان خلاص هيموت كل داوية مش مركزة وبتفتكر اليوم اللي كانت في الكهف المسحور والوحش الشطاني كان بيهاجمها ويلا أول مرة تحكمت في الأرض بسحرها وقتلته ساعتها بتظهر أمها وبتهديها لغاية ما بترجع لغاية تاني والشاب بيتحرر أمها بتحكم عليها أنها تقدم قربان للحكماء علشان يعفو عنها واتنفيش من القرية بس إنه مهمة كانتش مقتنعة والعاوزة تعمل اللي أمها بتقول عليه لأنها تعبت من كتر والناس بيقول عليها ساحرة أمها بتنصحها أنها تتقبل نفسها وقواها ومنتأسرش بكلام أي حد لأن يكون أنها بتقدر تسمع قوة الخافين والتحكم فيها دي موهبة ونعمة كبيرة جدا لازم أنها تكون فخورة بيها وتهم ما بتكبر أنها تيجي معهم التقوص وتقدم هديتها كانت التقوص عبارة عن جنازة وحرق جسد أجاثة المستدعية السابقة واللي كانت بتقدر تسمع قوة الخافين وتتواصل معهم علشان توفر للعشير الأكل وتتوقع الرياح وتحميهم بكل الأشكال في اللحظة دي بيحصل خصف كامل والدنيا بتضلم ورماد بتحول لنيران والرياح بتحرك وبتخلي دوام حوالي النيموي وبعن كده نتم اختيارها أنها تكون المستدعية التالية الحكماء وكبار السنة ما كانوش متقبلين لاختيار ده لأن النيموي عليها علامة الشر يعني هيتم هتكون على أديها فموي نفسها ما كانتش موافقة على كده وبتمشي ترجع على القرية وبتقرر أنها تسيب القرية وطهرب وتعيش في مكان تاني وبين بتروح معها توصلها للسفينة اللي هتسافر بيها وطول الطريقة بتقنع فيها أنها تتقبل مصيرها في الوقت اللي بنشوف فيه واحد من البلدين الحمر وهو واحد مع ولد صغير على التل بيكلمه على أن أي واحد بيكون عنده حديقة لازم يأتني بيها ويكتزل أعشاب الضرة منها علشان بقي نباتات صح كل كلامه ده كان استعارة وهو في الأصل بيقصد الجنيات والشياطين اللي بيشوفهم أكبر خطر على البشرية وعشان المملكة والبشر يتقدموا لازم يقضي على الجنيات وهو ما بيلمس إيد الولد بورقة شجر إيد الولد الصغير بتتحول وتبقى نفسه ورقة الشجر تماما وبيجي واحد من أتباعه وبيقبض على الولد وبيقتله بيكتشف أن جماعة البلدين الحمرد كل مهمتهم منهم يتتبعوا الجنيات ويقتلوهم علشان يمحوا جنسهم من العالم حتى أنهم كانوا في القرية اللي على التل واللعوا في كل بيت فيها وبيقتلوا الكل ما كانش عندهم رحمة بنساء أو أطفال حتى وبعد ما بيدعمروا القرية بيمشوا وبيكملوا طريقهم علشان ينتقلوا للي بعدها فأشيرية نموي بيجي واحد ومع جنية من جنس الأمر كانت طفلة وكلها باللون الأبيض وليها أجناحة جميلة جدا بس كانت مصابة وبتموت ولما بيحاولوا يعالجوها مش بيعرفوها ساعتها جنية الأمر بتقولهم أن بالليل هجم على الغابة اللي بيسكنوها واحد بيقولوا عليه الناسك الباكي وبيحرقها كلها والجنيات بيموتوا من الدخان واللي بينقوا الناسك الباكي مش بيسيبوا وبيقتلوا وهي الوحيدة اللي قدرت تهرب بتالي نور والدة نموي بتعرف أنهم في خطر والناس دول مش هيسيبوا الجنيات غير لما يمسحهم من على مش الأرض في الوحيدة اللي كان ميرلين في مطعم وبيهجموا اثنين من قطاع الطرق علشان يقبضوا عليه وياخدوا الجازة المتحددة على رأسه بس هو بيهددهم وبيبدأ أن يقول تعويزة فبيخافوا منه وبيهربوا بيكتشف ساعتها أنه فقط سحره وأنه ما بقاش يعرف فيه إزدبانة حتى بس ما حدش يعرف المعلومة دي غير الجنيات دي سيتقال لكم أن ميرلين أصلا من الجنيات وأنه كان بيمتلك سحر رهيب وقوى جدا بس هي طرق اللي خلايا يخسروا ده اللي هنعرفه وكمان شوية فكمله معنا علشان تفهموا الأحداث مش هزاي لما ميرلين بيرجع لأصري كان الملك أوثر بن دراجون بيهددوا وعاوز يعدموا علشان المملكة فيها جفاف والناس بتموت من المجاعة وبيروموا الملك اللي كان خايف من التمرد فبيتفق مع ميرلين أنه يعمل تعويزة سحرية يستحضر بيها المطر والمملكة ترجع لعزة تاني ولما بيجي خارج من قاعة الملك بيشوف غراب ميتة على الأرض فبيمشي ورا الأصار لغاية ما بيوصل لبرج معزون وكان فيه كميان الغربان الميتة واللي كانت في أماكن محددة على الأرض زي ما تكون تقوز أو تعويزة في النحية الثانية كانت نموي وصلت المينة علشان تركب السفينة وتخرج من الجزيرة بس بتتفاجئ أن السفينة تحركت بالفعل من مبارح وعلى ما ترجع تاني فيها ست شهور ساعتها كل أحلمة بأنها تهرب تتكسر وما بقتش عارفها تعمل إيه بيتمشي هي وبين في المدينة يتفرجوا على الأجواء تعرف على أرسل المقاتل أرسل لما بيلاقيهم زي التهيين بيعرف أنهم مش من المدينة بيعزمهم على الغدى بما أني ما كانش معاهم فلوس بس هما في المطعم بييجي واحد من المحاربين وبيدايق نموي وبتحدها في لعبة الظهر ساعة نموي بتسحر الظهر في كل مرة بترمي فيها وبيظهر نفس الرقم ولما الراجل بيلاحظ ده بيتهمها بالسحر فبتكسر للكورسي من غير ما تتحرك وبتعرب هي وبين في الوقت اللي كان بيرلين راح يابل الواحد من اللي بيجمعه التحف والأوراض السحرية الندرة وبيسأله عن رقم ثلاثة وبطلع أن ده طفل بشري مسحور تولد بتلات وشوش كان الطفل المسحور ده جزء من نبوءة وميرلين كان عاوز يتأكد من صحتها وعلاماتها ودي كانت نبوء أن في حرب شارسة هتقوم في المملكة نموي وبين بيطردهم اتنين من الفرسان الحمر عاوزين يقبضوا عليهم بتهمية السحر بس البنتين بيستخبوا في الغابة لغاية ما الفرسان بيمشوا من الاتجاه التاني وقتها كان أرسل تتبعهم مجيد طمن عليهم بيعروسهم طول الليل وبيضرب نموي على المبارزة بالسيف بس فجأة نموي بتشوف رؤية وبتوع على الأرض في نوبة لأنها أول مرة تشوف رؤية بالقوة دي كان في الرؤية السيف المسحور وأنها بتوع في البحيرة وعرافة مرعبة في نفس الوقت كان ميرلين حسب نفس الشيء ومفزع من نوم ويدور في كتاب السحر والنبوءات تاني يوم كانت نموي رجعت هي وبيم على القرية بتاعتهم لما بيشوفوا حصان جاي من اتجاه القرية وهو والع نار وبتفجوا بأن الفرسان الحمره هجم القرية وقتلوا معظم الجنيات اللي فيها وطبعا نموي وصلت متأخر كل اللي كانت بتدور عليه كانت أموها لي نور السوقتها بتشوف الولد الصغار بيرسفاله وبجرجر سيف مش قادر يشيله وعاوز يهاجم الناسك الباكي في نموي بتلحاو بتبعده وبتتفق معا أنه يستنىها في الغابة عن الكهف المسحور وهي هتيجي تقبله نموي بعدها بيطبط عليها من حظها أن رمانة الجن بيهاجم الفرسان الحمر وهي بتتحرر وبتجري الدور على أمها في الكهف ساعتها نموي بيتلاقيه فعلا بس كانت مصابة ولي نور بتديها السيف السحر وبتطلب منها أنها تسلموا للميرلين ماها ما حصل فجأ بيجي واحد من الفرسان وبيت الأمها وهي بتضطر أنها تهرب علشان تنفذ وسيط أمها ميرلين في الوقت ده كان بيما التقوز جاء بالمطر والمطر بينت الفلا على القلعة بس الصدمة أنك كان كله دم زي ما تكون إشارة نداء دم الجنيات اللي الملك أمر بقت لهم نموي وهي بتهرب في الغابة بتتفاجئ بقطع الزئاب بيطردها فبتحاول أنها تبعد عنهم توقفوا صخر علي علشان تتحامها بس ما فيش فايدة والزئاب بيطلعوا بيهاجموها ففي لحظاتها نموي بتخرج السيف من غمده تسمع صوت أمه وهي بتقول لها تقاتل بي والسيف أول ما يبتلمسه أصلا الكتابة السحرية اللي عليه بتتواهج وبتنور وبضربة واحدة منه بتطير رأس أول زئب بس مقوط الضربة السيف بيتغرس في الصخرة وفين وفين على ما بتعرف تخرجه تاني تقتل بيه باي الزئاب نموي بتفتكر أنها ويا صغيرة يدوب طفلها سبع سنين كانت نايمة في ليلة فجأة سيمة صوت بينادي عليها ولما بتمشي ورا الصوت ويا فاكرها بيم صاحبتها توصل للكهف المسهور في همك الغابة فجأة بيظهر شيطاني الدب العملاق واللي في لحظة بييجم على نموي عاوز أكلها وبطلع أنه اللي كان بينادي عليها وبيسدرجها للكهف الدب بيصبها بمخالبه في ظهرها وإلى بتحاول تتحرر منه وساعتها أمها بتكتشف أنها اختفت وتحس بيها في خطر وبتتخاطر معها وبتقولها تستنجد بالخافين علشان هم اللي هيعرفوا يساعدوها لأن أمها مش هتلحق توصل لها فعلا النموي بتغرز إيديها في الأرض بقوة والسحر بيسري في عروها وبيظهر على وشها وفي لحظة الصخور بتتزلزل من حواليها بتوع صخرة مددببة على أدماغ الدب بتعسمها نصين في الوقت الحاضر كانت نموي بتجري في الغابة وبتوصل المكان اللي قالت لبيرسيفالت يستنى فيه بتنادي عليها عشان يهربوا سواء وهو بيسمعها وبيشوفها بس مش بيعرف يتحرك من مكانه لأنه كان فيه واحد من الفرسان الحمر في المكان بيخب باله من نموي وبيطريدها في الغابة نموي على عند سرعتها بيش بتعرف تهرب منه ومرة واحدة بيهجم عليها وبيضرب فيها وبيتحاول تتخلص منه بس مش بتقدر ساعتها بتفتكر اللي حصل مع الدب وبتستنجد بالخافين علشان يساعدوها وفعلا في سواني كانت ظهرت قوة الخافين من تحت الأرض وبعدت الفارس عنها ونموي كانت فقدت الوعي ولما بتشوف الحالة اللي عليها الفارس فبتتصدم وبتاخد صفها وبتهرب في الوقت اللي كان ميرل ينهرب من الألعة علشان الملك أوثى كان هيعقبه علشان مطر الدم اللي غرق المدينة في لقابة كان الناس كلباكي مع الزعين بتاعوا في المكان اللي نموي قتلت في الزئاب وبتتبعوا وصارها للفارس اللي حجمته وبتفاجهوا بحالته انه متعلق على أوصان متحركة شبه التعبين متغلغلة في جسمه وتحت جلده مش عارف تحرك منها ولا حتى قادر يتنفس ساعتها الزعين بيخليهم يحرروا ويرجعوا بيه على المعسكر علشان يعرجوه ويدوامروا بقتل كل عشرة الجنيات وانه لايتعرف انه ساعت ساحرة دم الزئب زي ما بيقولوا عليها هيكون عقاب الموت في الوقت ده كانت نموي راحت عند النهر تغسل قصار الدم من السيف وهدومها وبتفتكر اللي حصل بعد ما تدبها جيمها وانه ما شالتها ورجع الجري للعشيرة وطلبت من جوزها ان يعالجها بس هو بيرفض كذلك حكماء العشيرة لانهم كانوا شايفين ان النموي علامة الشر خصوصا ان الجرح اللي في ضعرها كان بيتواهج محدش بيساعد لانهور فبترجع بيها بيتها وبتصهر لالي طويلة تعالج في نموي لغاية ما بتحسن وترجع احسن من الاول وقتها كان الناس كلباكي ابض على بيرسفال وعلى منموي بتوصل مش بتلاقيه وبتلاقي له اي اثر بعدها نموي بتروح المدينة علشان تدور على ميرلين وتسلمه السيف بس لما بتلاقي الحراس في كل مكان بيدوروا عليها او على اي جني بتتنكر وبتخلي واحد من العمال اللي داخلين المدينة يساعدها بالحظة ان ارسل بيشوفها وبيتعرف عليها فبيساعدها قبل ما تقبض عليها بس المحارب اللي هاجمها المرة اللي فاتت شافها وكان عاوز ياخد منها السيف بس هي بتقطع يده ساعتها ارسل بيها ربيها من المدينة وبيحاول يعديها وبيعرف اللي حصل لهمها وعشرتها بتتكر نموي المرة اللي اتعرضت فيها للتنمر بسبب النتبة اللي على ضعرها من الدم وساعتها نموي بتتحكم في قوة الخفين وبتخلي الاغصان تتحرك وتقيد البنت اللي كانت بتضربها وكانت هتتسحب تحت الارض اللولة ان نموي بتهضع وبتحررها والتلاتة بيهربوا بسرعة وما بيقولوا عليها سحرة شريرة وقتها امها بتشجعوا بتقول لها انها ما ينفعش تسمع لكلام حد وتصدق انها نحس لانها محربة من صغرها فقالوا كل الابار البيو نيجت منه على عكس كتير بغيرها من الاطفال في الوقت الحاضر كان ارسل شافي السيف بتاعها وكان عاوز ياخده وبيحاول ان يخليها تتراجعا انها تنفذ وعدها لامها بس نموي مش بتسمع كلامه تاني يوم في الوقت اللي كان ميرلين وصل للكهف وشاف جسد امها وبيدفنها كانت نموي فائت لات ارسل اخدها على قلعة وسابة هناك علشان تكون في امام بعيد عن اللي بيترضوها بس ارسل بيخضعها وبيسرق منها السيف وهي نايمة وبياخده بيرجع المدينة بتاعته علشان يقابل عمه الدوق ويسترجع مكانه اما ميرلين فبيتفق مع الارمالة السودانات ساعد ويسرق كنز نيران الجن من مالك الجليد علشان يدعو فيها السيف وينهي الصراع عليه لان السيف ده لووصل لأدين البشر هتكون نهاية العالم والحرب مش هتنتهي ولقى بسبب الكلمات المحفورة على السيف واللي بتقول ان اللي هيقدر يسح بالسيف هو اللي هيكون المالك الحقيقي ارسل وهو راجع العمه بفتكر اليوم اللي ابوه مات فيه وانه مات مقتول علشان كان بيدافع عن بنته بيحاول يحميها لما ارسل بيوصل للمدينة كل اللي بيشوفه وينبهر بالسيف اللي معاها زي ما يكون في يوم وليلة تحول لفارس اسطوري بالبعث اللي كانت نموي صحيت من نموها بتلاقي ايريس قعدة وصدها وببصولها بحدة وبتسألها لو كانت من الجنيات والنموي كل اللي بتقول عليه وبتسأل عنه وكان سيفها راح فين ساعتها مرجانة واخت ارسل بتدخل وبتطرد ايريس وبتضرب نموي علشان بتتكلم معها وتأكد عليها انها ممنوع تتكلم مع اي حد غيرها بس نموي بيتفاجئها وبتبعد عنها وبتخرج من المخزن علشان تدور على السيف وتلحق ارسل قبل ما يضيعه بس بتتفاجئ بينها في مكان مليام بالفرسان الحمر فتختفي بعيد عنهم وبتروح تغير مظهرها وتلبس زي باقي الاخوات وساعتها مرجانة بتساعدها وبتتفق معها انها تسمع كلامها علشان ما تكونش بخطر ساعتها المديرة بتطلب من مرجانة انها تروح على العيادة علشان يعالجوا الفارس اللي وصل لانه اصابته جديدة ولو مات الفرسان هيعجبهم ومش بعيد يحراه القلعاء ساعتها نموي بتروح مع مرجانة وبطلع ان الفارس المصاب هو نفسه اللي كان بيهاجمها في الغابة مبارح وكانت حالته صعبة جدا لاخصان كانت دخلة بجسمه كله زي عروه بالزبط اول ما نموي بتقرب منه سحراه بينه الشط لاخصانه بتتحرك اكتر وبتقلم جدا لغات ما مرجانة بتفحصه وبتشوف حاجة غريبة ببقه فما بتجي تشيلها بتتفاجئ انه غصنة وتفضل تشد فيه لغاية ما بتخرجه من جسمه ما كانتش لسه عارفة تستعب ايه اللي بيحصل في الوقت اللي كانت نموي خرجت تجيب ضمضاته والصدفة بتسمع السيو الرأس الكبيرة في اجتماعها مع جبار الفرسان وبتفق معهم على مهمة جديدة يقضي بيها على اخر الجنيات كان مهووس ان يلا يسحر الدماء الزئب ويقتيلها بعد ما ياخد السيف انهم لهمكن يسمحوا ان يوع في ايد الملك علشان الملك مهما كان هو مين يستمر في خدمتهم وتحت امرهم مش العكس بتعرف ان معهم خرايط للاماكن اللي فيها حكماء الجن وبيقرر انهم يهجموها ساعتها كان الناس كل باقي حسد نموي وعارف ان الالعة اللي فيها الجنية اللي بيدور عليها فبتتبع ريحيتها لغاية ما بيوصل للغرفة بتاعتها وبيلاقي عبايتها اللي كلها دم من الزئاب اللي قتلتها فبتأكد مليون في المية انها وسطهم نموي بترجع لمرجانة اللي كانت بتحاول تنقذ الفارس وساعة نبوي بتساعدها وبتعمل وصفة بالعشاب من بتاعة الجن علشان تعالجه ولما مرجانة بتشوفها بتتأكد ان نموي من الجن الوقت اللي كان ارصر رجع المدينة علشان يقابل عمه هو بفتكر ان لما ابو مات عمه بدأ يطلبه بديون ابوه اللي هو ورسها وكان لازم يسددها ولان ارصر ما كانش يقدر يسدد المبالغ دي عمه لياخد مرجانة اخته بيبيعها لما الفرسان الحمر بيؤمروا بجمع كل الاخوات اللي في القلع علشان يحققوا معهم ويشوفوا مين هي السحلة اللي بيدوروا عليها ومستخبية وسطهم كانت نموي استغلت الفرصة وراحت القاعة الكبيرة وسرقت الخرايط علشان ما يعرفوش يوصلوا لأماكن اللي فيها حكماء الجن وبتاخد الخرايط دي وبتروح تحرقها في غرفتها في الوقت اللي كان ارصر قابل عمه وطلب منه يدي له الفرصة في انه يشارك في بطولة الفرسان الكبرى وعمل سير اكتور بيوافق لما بيعرف ان السيف اللي معاه بتاعه ولما الفرس المصاب بيبدأ يفوق ويتعرف على نموي كانت هتروح في داهيا مورجانا بتسممه من غير محد ياخب باله وبتقتله علشان تحمي صحبتها اما ارصر فكانت قابض عليها علشان عمه اكتشف انه سارئ السيف والسيف بيوعه في ايد الفرسان الحمر وارجانا بتهرب نموي من نفأ سري تحت القصر وتدلها على انها يساعدوها في الوقت اللي كان ميرلين قابل اتباع ملك الجليد وطلب منهم يخلوه يقابل للملك في لحظتها الكل بيهجموا عليه وبينقولوه تحت الارض بشكل سحري وده بقى كان المعنى الحرفي للارض تشايته وبلعته مورجانا علشان ترجع ومحدش شك فيها انها هي اللي هربت نموي ما ان خلاصة عرب بوجودها واريس فتنت عليها مورجانا بتخبط نفسها في الصخرة على دماغها ولما بترجع القلعة بتقول ان النموي ضربتها وهربت سيو بيعاقب المديرة بتاعته وبيأخدها علشان تتعدم طبعا مورجانا مش بتعرف تعملها حاجة واريس بقى بتطلب من سيو انها تكون من الفرسان الحمر بس هو بيمشي من غير ما يرد عليها تاني يوم كانت نموي وصلت المكان اللي مورجانا علي تلاها عليه وبتلاقي واحد مستنيها من اللي بيساعد الجنية وبيساعدها وبيأخدها معاه مع البعين في الوقت اللي كانت بم استخبئة عند الشاطئ واحد من اصدقائهم بيلاقيها وبيأخدها في امان لما بيلاقيها في حالة صدمة نموي بتقنع اللي بيساعدها ان يوصلها لقارة بطريق لجرامير المدينة علشان تدور على السيف هناك في نفس الوقت اللي كان ارسل معبود عليه ورحيم بيه على جرامير برضو والفرسان مش بيعرفوا يعدوا بد الحرس اللي على حدود المدينة غير لما بيوريهم السيف السهرية لما بنرجع لميرلين كان وصل مملكة الملك روجن وبدأ انه يتفاوض معاه علشان يتعاونه فعلا ميرلين بيتفق معاه انه يساعده يوصل للسيف وقتها يسالمه له ويكبر بيه مملكته في الاول الملك روجن ما كانش مسدقه وعارف انه يخضعه في النهاية بس ميرلين علشان يزبط له حسن نيته بيسلمه طوق دهبي كان لزوجة روجن يوم المعركة الكبرى روجن بيفرح بيه جدا انه استعاده وبيوافق ساعد ميرلين اللي بيدخل معاه خزنة الكنوز علشان يحتفظ به في الوقت اللي كان يناسك الباكي اعترد طريق مجموعة من الجنيات اللي كانوا راحين المخبع بتاعهم وبيقتلهم كلهم اما نموي فكانت على ابواب جرامير خلاص وارسر بيتحرر من قيوده وبيهرب من الفرسان الحمر وبسلبه من السيف السحري ميرلين كان عامل الخدعة دي على الملك علشان يدخل معاه الخزنة ويشوف نار الجن الخضر ويخطط ازاي يسرعها في الوقت اللي كانت نموي وصلة المدينة ارصر كان هناك وبشوفها ويبتجرع عليه تعديده علشان تسترجع السيف وبتجبره انه يدلها على مكانه لما بترجع الغابة بتشوف العربية اللي كان فيها الجنيات وديزي اللي كان بيساعدها الكل كان مؤتلين مفيش غير بنت صغيرة كانت مستخدم بها وسط الأشجار ونموية بتسمع صوت الخافين لغاية ما بيدلوها على مكان السيف اللي كان قريب منها وابتاخدوا بتنزل تقتل كل الفرصان الحبر اللي كانوا في البحيرة والبحيرة بتحول ميطها لدم من كتر اللي نموي قتلتهم محدش منهم بيلحق يدافع عن نفسه أو يهاجمها بعدها بتساعد البنت الصغيرة انها توصل للمخبأ بتاع الجنيات من خلال تتبع العلامات اللي في الغابة والسيو والناسك الباكي كانوا شافوا اللي حصل في البحيرة والموضوع كان لازم يلاول حل في أسرع وقته وإلى النموي هتغضع لهم في الوقت اللي كان بيرلين سرق مفاتيح الخزنة من روجن ودخل إسرع شعلة من النيران الأبدية بس ساعتها كان روجن بس ساعتها كان روجن أدرك الخدعة بتاعت ميرلين وبيبعت وراءات باعه علشان يبوض عليه بس بيرلين بيهرب منهم على حصان الأرمال السوداء وبيختفي في لمح البصر ولما بنرجع لنموي كانت ساعتها وصلت المخبأ وبتتفاجئ بكل الجنيات اللي موجودين في المكان ده بيظهر الملك كيمبر الوريس الحقيقي العرشي بين دراجون كيمبر كان وصل لمدينة بقى وأول حاجة بيعملها بيئة القيد الأسطول وبيستولى عليه وبيبعت رسالة تحديد لوصر علشان يتنزلوا عن العرش في الوقت اللي كانت نموي بتحلم بكل اللي حصل لها ولما أمها كانت بتقول لها أن السحر في دمها هي ما كانتش فامة لما بتفوق بتتفاجئ بمورجانا وصلت ولما نموي بتقول لها أنها لازم توصل السيف لميرلين مورجانا بتقول لها أنه خائن وأنه ولاءه للبشر أكتر منه للجنيات في الوقت اللي كان ميرلين لها نفسه فخر الجالي كيمبر اللي بيبوض عليه معلشان يضمن النيران الأبدية ما تقعش في دين حد بيحطها على سرق الفراس وبيخليها ترجع الأرمال السودة بسرعة الريح سيو كان في المعسكر بيبلغ تقرير الحملة للزعيم بتاعه بس زعيم مش بيجبوا أن حتة سحيرة صغيرة تقتل كل الأعداد دي من جنودهم ولسا مش عارفين يلاقوها بيهددوا أنها هي تلوي يخليها عبره لكل الجيش لما جابلوش رأسها المهم أن نموي بتتفق هي ومرجانا أنهم يبعثوا رسالة ومرجانا بتكتب رسالة قوية على لسان نموي وبيروحوا لجنيات الطيور ييفي علشان تساعدهم وتنقلها الميرلين نموي بتتقل كافي بيفا بتلاقيه مليان بالطيور والجرحة وبيفا نفسها شكلها غريب ومتغطية بالريش تتفاجئ أن عندها القدرة على قرية الأفكار وبتعرف كل ما ضيها من أول ما تصابت في هجوم الدب الشيطاني عليها نموي بتطلب منها تبعت رسالة للميرلين وبيفا بتبعتها فعلة معها وسائرة عندها واللي بيعرف يلاقي أي حد حتى لو كان تحت الأرض في الوقت ده كانت الملكة الأمة أقنعت أسر إنوية الميرلين فأسر بيروح الزنزانة للميرلين ويسأله عن مكان السيف لأنه لو سلمهوله هيعفو عنه إيريز بقى كانت في الغابة صطادت حيوانه بتاكل منه لما بيظهر مجموعة من الجنيات فبتساعدهم وبتديهم أكل من معاها علشان تتقرب منهم وياخدوها المخبأ بتاعه لأنها كانت عاوزة توصل للموي بأي طريقة وتقتلها علشان تاخد مكانها وسط الفرسان الحمر الصبح كان ميرلين خلاص بيتعدم والسيف كان ينزل على رابته يقطاعها لما بيظهر السقر بتعبيفة وبيبعد السيف عن ميرلين وساعتها مستشار الملك بيشوف الرسالة اللي في رجله ولما بيراه بيكتشف إنها من السحيرة وبطارد عليه إنها تسلموا السيف ساعتها الملك أسر بيعفوا عميرل إنه بيخلوهم يدخلوه لألعة تاني لما بنرجع للنموي كانت الجنيات عاملين حفلة على قدهم يغيروا جوه نموي بيتفاجئ ببرسيفيال جاي مع مجموعة جديدة من الجنيات تعرف منه إن الفارس الأخضر هو اللي أنقذه بتكتشف نموي إن الفارس الأخضر هو جواين صديق طفولتها لما شفتهوش من سنين إيريس كانت واحدة من اللي وصلوا المخبأ وطبعا النموي مش بتعرف عليها في الوقت اللي كان نموي رح يقبل الملكة وبيهددها علشان عارف إنها هي اللي حردت الملك على أدامه وبيهددها إنه يكشف سرها وإنه وصر مش هو ابن الملك الحقي لأن الملك كان مات قبل ما هي توضع مولودها وعلى ما بيجي أوان ولادتها كان إلى جنينة ولد ميت ساعتها الملكة بتخلي الخادمة بتاعتها تحفظ السر ده وتروح تجيب ولد لسه مولود في مزرعة قريبة وتدفع جهب كتير لأهله علشان يبقى إنها وتفضل هي اللي بتحكم طبعا ما حدش بيعرف بالسر ده غير ميرلين والخادمة اللي هو أنقذها وحافظ على حياتها طول السنين ساعتها الملكة بتخاتم إنه لأنه لو السر ده تعرف وجودها كملكة عينته في يوم وليلة وصر هي تقتل وكمبر هو اللي هيستولى على العرش بسهولة ولما بنرجع لنيموي كانت لجأت لييفي علشان تساعدها تقابل ميرلين وييفي بتخليها تعد وتأمل وهي بتلف حولها وتقول تعويزة سحرية لغاية نموي بتنتقل بوعياء للبكان اللي أماماتت فيه وبتقابل ميرلين هناك اللي كان بيعمل نفس التعويزة برضو على مدامة بيحصل نموي بتفتكر اليوم اللي أبوها ساب القرية فيه ويترجع أنه يستنى وبيقول أن اللعنة بدمها والسر تسأل أمها عنه نموي بتكتشف أن ميرلين يبقى أبوها الحقيق وأنه ده السر اللي خلها تمتلك السحر ده وبالقوة دي وعلشان كده أمها طلبت منها أنها ترجع له هو السيف طبعا ميرلين بيتصدم حتى نموي عبرها ما فكرت في الحياة دي قبل كده وما كانتش مستوعبة فعلا الفلسانة الحمر بقيادة الناس كيلباكي كان عوزين يجبروا الجنيات النوم يخرجوا من مخابئهم فبيولعوا في المزارع اللي بيجيبوا منها أكلهم علشان لما يجوه هيخرجوا أكتر يدوروا على الأكل بكده يقدروا النوم يقبضوا عليهم نموي بتاخد السيف وبيتروح مع مرجانة كالزيية علشان يحموها وبتوصل في الوقت المناسب في المكان اللي اتفقت مع ميرلين عليه ما السمر اللي لما بيروح يقابل نموي كانت المالكة بترقبه وتعرف ان الرياح يقابل حد فبتخلي رجاليتها يرقبوه لانها عارفة انها يخنهم في الآخر في بقت اللي كانت الجنيات في المعسكرة بيتخنوا على الأكل لان الكيميات الموجودة قليلة جدا أرسل بيوقف الخناعة بينهم فشاب منهم بيتعرف عليه وبتصحب معاه ويقنعهم ان يضربوا على القتال والحكماء كانوا اكتشفوا ان كل المزارع اللي كانت بتوفر لهم الأكل اتحرقت واندمرته ما بقاش باية غير مزرعة واحدة كانوا عزين يباعتهم أجموعة هناك تجيب معانوتهم من هناك بس أرسل بيحذرهم من الدفخ ومعملهم فالحكم بيتفي مع أجوائن ان ياخد أرسل معاها زيادة حماية في الوقت اللي كانت نموي وصلت الحصن المتهدم وبتدخل لوحدها تقابل ميرلين ولما بتشوفه بيطلب منها السيف علشان ينهي الصراع بين الملوك بس نموي بترفض تسلمه السيف غير لما تعرف ايه اللي حصل بينه وبين أمها واللي اختفى من حياتها بعدما كانه أزواك سعداء ميرلين بيقول لانا لو حكيت لك كلماتها ببوز الحكاية انا خليك تشوفي بنفسك اللي حصل ولان المكان هنا موجود فيه أرواح اثنين من الأحباب بيستا وميواري اللي شربوا الشكران السحري وأرواحهم مرتبطة بالمكان هنا علشان ما يتفرقوش أبدا الأرواح تهي اللي هتنينهم للماضي ويشوفوا كل أحداثه في الوقت اللي كانت إيريس في المعسكر اتفقت مع بيرسي بيال انه يعلمها استخدام القوس لما بدرجع الانيموي كانت انتقلت للماضي هي وميرلين وبتشوف اللي حصل من البداية وانه في يوم كان مصاب بيقتحم الكهف السحري للخافين علشان يتعالج هناك بس الأسر بيغمع ليه قبل ما يطلع على حجر التقوس والاناك ورينور وهي بتنظف الكهف بتشوفه وساعتها بتبدأ انها تعالجه وتكتشف ان سبب مرضه هو شيء موجود في كتفه ولما بتستخدم سكينة مصحورة وتفتع بيها جرحه ساعتها لينور بتتفاجئ بحاجة حديد في جسمه لما بتحاول الاناتشيل هتتصدم وبتلاقيه السيف السحر الأسطوري اللي مع الانيموي دلوقتي بتمسك مابض السيف وبتبدأ تسحابه وبتقول تعويزة سحرية لغاية ما السيف بيخرج من جسم ميرلين بالنار لانه كان متحد مع دمه ولحمه ويعشته ماتت ما تعرفش ايه اللي وصل السف لكده المهم ان الانيموي بتشوف كل ده وكانت مصدومة هي كمان لينور لما ميرلين بيتعافى بتعرف حكايته وبتعف حبه وبتجوزه ومع ان كل العشيرة وكل عالم الجنيات كانوا بيكرهوا ميرلين علشان خانهم وبيخدم ملوكه البشر ومش بيحميهم هم ميرلين بيقولها انه كان بيساعد قومه من خلال السيطرة على الملوك ومعلوماتهم ميرلين بيدرب نموي على انها تتحكم في قوة الخافين وتستخدمها صح وبيخليها تجرب انها تتحكم في شجر التفاح ميتة وترجعها للحياة وفعلا الشجرة بترجع خضرة تاني ومليانة تفاح بعدها ميرلين بيحاول يقنع نموينا ما تستخدمش السيف ابدا لان قوته هي اللي بتحكم فيها مش العكس لما بتطلب منها انها تعرف بقي الحقيقة بيرجعه الماضي تاني لما فيهم بيكتشف ميرلين انه فقط سحره ما بقاش يعرف يرمي تعويز ولا يتحكم في حاجة ساعتها بيرجع للي نور زي المجنون بيسألها عن السيف ساعتها بتقوله انها رميته في النهر وبيبشي ميرلين ودي كانت اخر مرة شفيته فيها السيف ما كانتش تخلاصت منه ولا حاجة كانت بخبيها علشان ما يوعش في ايه تحد معلن نموي بترجع لماضي لوحدها علشان تشوف اللي هو مخبيه عنها ومش عاوزها تشوفه فبتلاقي نفسها في وسط معركة وميرلين ماسك السيف اللي اتحد مع دراعه وبقوم الاتنين واحد وبيت لبيه ناس عبريه كتير ساعتها نموي بترجع للواقع وكانت اعتقل الميرلين علشان ضحك عليها وطلع قاتل يقول له ان اي حد بيمسك السيف ده بيقتل مهما كانت ده وفعه بيقناع انه عاوز يضمره علشان يضمن انه محدش يتحكم فيه السيف زي ما حصل معاه ساعتها مرجانة بتشوف جنود الملك جايين فبتجري تحذر نموي وتهرب معه بسرعة وبرلم بيقبضوا عليه علشان سابها تهرب بالسيف في الوقت اللي ارسر واللي معاه بيوعب فخ الناسك الباكي وبيرمي سهم على ارسر ساعتها ارسر بيشوف السهم وبيتفاجئ بتقاتل مع الناسك الباكي وباقي الجنود وبيهاجموا جواين والجنيات واللي بيهربوا بسرعة وبيستخبوا في الطحونة بس رامي الجنيات بيتصابوا بيوع على الارض وما بقاش حد يحميهم من الوقت كانوا محبسين في الطحونة والجنود حواليهم من كل اتجاه في الوقت اللي كانت نموي ومرجانة وكازيه دخلوا كهف يستخبوا من الجنود وهم عارفين ان المكان ده مصحوره فيه سحرة شريرة سبق وقتلت آلاف الجنود في معركة سبقة بيرلين بيحرر نفسه من سلاسل الجنود وبيهرب علشان يساعد نموي في الوقت اللي كان صياد السمك في الغابة بتجيله مبعوصة من الملك روجن تقوله على مهمة من الملك لو نفزها هيكله سنديق من الدهب وكانت المهمة قتل ميرلين في الوقت اللي كانت نموي في الكهف هي واصحابها وبيشوفوا قصة السحرة كالياك على الحيطة وازاي انها ضحب بنفسها للسحرة في مقابل انها تحمي عشرتها ساعتها نموي كان مسيطر عليها رغبة التخلص من السيف لانه ما بيجيبش غير الموتو بتربيف قاها الكهف مرجانة بتنزل علشان تسترده لانه هو مفتاح قوتهم دلوقتي واللي يخليه منتصره في الحرب دي في الوقت اللي كانت بيم بتعالج زعيمة اللصوص اللي كانت وغطبانا علشان بقالهم كتير مش لايين كنوز فبيم بتقول لها بدل ما تدور في البحر ومعسكرات الفرسان الحمر مليانة بندهب والكنوز اللي سرقوها من الناس وفعلا الفكرة بتعجبها جدا وقتها كان جواين في مشكلة كبيرة والناسك الباكي بيهدده وبيستفزه بتعذيب الرامي علشان يجبره انه يسلم نفسه بس ارثر بيمنعه من انه يخرج لان الناسك كذاب وبيخدعه مش اكتر لما جواين بيجي خارج فعلا ارثر بيرمي الرامي بسهم يقتله بيوفر على جواين المشكلة ساعتها كان بيرلين راح للخادمة اللي معاها سر الملكة فاخدت قابل الملك كيمبل علشان يساعده يبعد اوصر عن العرش واستوله هو عليه طالما هم بيخلوا بالشكل ده مرجانا لما بتوصل اخيرا لقاع الكلف بتلاقي السيف بتسمى صوت صديقتها بتنادي عليها فبتمشي ورا الصوت ساعتها بتلاقيها وبتتفاجئ بيها واللي جابها هنا لانها عارفة انها ماتت في حريق الالعة مرجانا بتكتشف ان سيليا ماتت اصلا وانها هنا بقوة الكالييك عشان تبلغها رسالة وتقناع بيها وانها هتكون اعظم صحيرة في التاريخ مش نموي وان قدرها اكبر بكتير مما تخيل ولما مرجانا بتقولها انها مش بتتمتع بالسحر اصلا وعمرها ما مرسيته سيليا بتقولها انها لما تستحوز على سيف القوة هي اللي تحدد من اللي هيمتلكه ساعتها عن كبوت صغير في قوت الماليك السحرية بيدخل بقه مرجانا وبتكتسب سحرها وبتلاقي السيف وبترجع في الوقت اللي نموي كانت بتولع المشعل فبتشوف رؤيا ان اصحابها كلهم محبوسين في الطحونة اللي بتتحرق فبتقرر انها تساعدهم الاول وبتروح على هناك هي واصدقائها والفرسان بيقتلوا ببعض والجنيات بيهربوا كانت نموي هي وراء اللي بيحصل ده وهي اللي عملت العثار ده والصياط كان تتبع اثر ميرلين وقتل كل عيلة الخادمة علشان يوصلوا في الوقت اللي كان ميرلين والخادمة وصلوا معسكر كيمبر وبتقولوا على الحقيقة ساعتها بيتفق مع ميرلين على حماية نموي في مقابل وصوله للعرش ولما نموي بترجع المخبأ الكل بيهتفوا ليها وانها ملكة الجنيات ناسك الباكي باب يتتبع أصار الدماء على الأشجار لغاية ما بيحدد مكان مخبأ الجنيات بس وقتها واحدة منهم بتسمعوا وبترجع طيران على المخيم علشان تحذرهم في الوقت اللي كانت نموي بتتفق مع واحدة من أول طجار علشان تنقلهم في واحدة من سفنها ويخرجوا من المدينة قبل هجوم الفرسان علشان يكونوا في أمان ويبدأوا حياة جديدة في مكان تاني بس كان قدامهم ست أيام على ما يوصلوا للسفن وساعة بتيجي الجنية تحذرهم من الفرسان عرفوا مكانهم وفي خلال يوم واحد يكونوا هنا وساعة نموي بتقرر مع البقائين انهم لازم يهربوا علشان يحموا أكبر عدد منهم ومحدش يموت تاني الملك ووسر كان عارف الحقيقة خلاص وانه في الأصل ابن فلاح بسيط مش ابن الملك وانه الملك اشتريته علشان تضمن مكان على العرش وفي الحكم بتقوله انه لازم اتقبل الوضع ويئة الميرلين وسيوه لما بيقابل كيمبر علشان يتعاونه واللي بيكتشف حياته وانهم عاوزين يسيطروا على رأي الملكه بس فاكبر بيقوله انه رأيه من دماغه مش هيسمع لحد انه يتحكم فيه رسان الحمر لما بيصالوا المخيم كان كل الجنيات يختفوا لانهم كان انتقلوا في الوقت ده المدينة الجريميل ونموي بتعمل فخر للجنود وبتستدرجهم للغابة علشان تقتل أكبر عدد منهم ويعرفوا ودخلوا أسوار المدينة نموي بتثبت السيف في الأرض وبتستدع قوة الخافين وفي لحظة أخصان الشجر بتتحرك وبتقتل الجنود في غمض تعين بس نموي بعدها كانت قوها ضعفة وبقت مستنزفة ما يدريتش تعمل الحركة دي تاني دلوقتي وفي عادات كبيرة من الجنود وقتها كان أرسلوا البقائين يتنكروا ودخلوا المدينة علشان يوقفوا على الصور ويبقوا الرماء اللي بيهددوا الجنود نموي بتسلم نفسها للجنود اللي بيحاولوا يقتلوها كانت تحاول انها تكون متماسكة على قد ما تقدر علشان تكسب وقت علما الخطة تكمل ولما كانت في خطر بتترجل خافين انهم يدوها قوتها وفي لحظة بتضرب الفارس ضربة واحدة بتسيموا للصين والبقائين بيستسلموا علشان ما يخسروش حياتهم ساعتها كانت نموي أغمى عليها وقريس لما بتشوفها بتروح لحياتها علشان تقتلها بس جواين بيبعدها عنها وأصلا ما كانش عارف نيتها بعدها مرجانة بتروح برج القوس لما بتشوف الرجل الميت اللي كانت لها عليه ولبعد تدخل بتشوف مجموعة من الفلسان الحمر مصابين وفينا بتعليجهم فبتساعدها لغاية ما بييجي أوان موتهم بعد شوية بتجي لأرمال السودان للمفروض ان ما حدش من البشر ولا الجنيات يكون قادر ان يشوفها بس مرجانة بتقدر لانها كانت بتمتلك سحر كاليك وساعتها مرجانة بتشوف وشها الحقيقة بتسحب روح الفارس وكانت مرعوبة ساعتها بس مش بتنفس علشان ما تتلش نيموي بتتاولى على المدينة وبتبقى هي الملكة وبتقعد على العرش بدل اكتر وقت اميرلن بيعرف ان الأرمال السودان نيموي بتقرب من الموت وكلها ايام على ما تموت ساعتها ومش بيصدقها وبيرجع يتأكد من كمبر على الاتفاق بتاعهم بس بيتفاجئ ان كمبر رجع في كلامه بيتوجه للمدينة علشان يحذره ومش عارف بفخ الصياد في روقت ان جواين بيوعف فخ الناسك الباكي اللي بيقدر ان يصيبه ويقبض عليه فجواين بيتفاجئ ان الناسك الباكي من عشيرة الجنيات اصلا متحديدا من جماعة الرمال ولا ما يدوا بتلمس الاوراق اللي على الارض وتاخد نفس شكلها هنا بنعرف ان الناسك الباكي هو نفس الولد الصغير اللي سيو كان بيتكلم معاه في اول الاحداث وبيغسله دماغ ولغاية ما اقنعه اللي بيعمله هو الصح ساعتها جواين بيغضب ازاي يبقى واحد منهم ويخونهم بالشكل ده ويقتل فيهم مس الناسك الباكي بيضربوا بيرجع بيه على المعسكر ساعتها كان بيرسفال بيراد من بعيده بيقرر ان يمشي وراهم علشان يحرر جواين في الوقت المناسب في الوقت اللي كانت نموي بتتخانق مع ارسل وبيكتشفوا ان خطتهم للهرب في السفن بازل لما بتتريمي ليهم راس التاجرة اللي كانت هتهربهم بيتفاجوا بجيوش ما لها شعدة بتقرب من المدينة وبتعرب بأسر جواين يعني كل حاجة لخبطت في وقت واحد مرلين بقى هو في الغابة بتريمي بسهم في صدره وبيوع على الارض بين الحياة والموت الغريب انه مش بيعرف يتحرك وبيكتشف ان الصياد هو اللي رماب السهم وكمان السهم كان مسموم علشان يقف الرئاتي وما يعرفش لا يتنفس ولا يتكلم ولما الصياد بيقرب منه وبيحطه في الشبك علشان يرميه في البحر مرلين بيغفله وبينزع السهم من صدره مرة واحدة بيغرزه في صدر الصياد يقتله ومرلين بيعافر لغاية ما بيوصل مخيم الصياد وبياخد التريع من هناك نموي كانت في مشكلة كبيرة جدا جيوش الفرسان محاصرين المدينة والناس جوه المدينة بيتقاتلوا أصلا مع الجنيات لأنه مش متقبلين وجودهم لوقت اللي كاردين ما بقص قيد الفرسان الحمر بيوصل المعسكر وبيهدد سيو ان لو الأمور خرجت عن سيطرته هتكون نهايته مش مبشرة بعد عامرلين بيوصل المدينة وبيتكلم مع نموي علشان يقناعها بأنها تهرب معها علشان تكون في أمان على أمل أنه يبعد عن الموت بس نموي بتلفد طبعا أنها تسمع كلام وتتخلى عن الباقيين من عشرتها ومرجانة وأرسل بيتخنوا مع بعض بسبب أن مرجانة عاوز نموي تحارب لآخر نفس وأرسل عاوزها تهرب في الوقت اللي كان جواين وصل المعسكر الفرسان الحمر وبدأ أنهم يعزبوها علشان يهترب بمكان السيف وكل المعلومات عن الجنيات الباقيين وبيرسفال قعد على شجرة برة المعسكر بيرايب ومستنى الفرس علشان يهرب جواين وأسر الملك بقى بيتل الملك علشان اكتشف كل اللي هي عملته وإنها قتلت أمه الحقيقية علشان تاخده وتحافظ على السر وتفضل هي الملكة ونموي بتتفي مع موحوص الملك أسر إنها تسلل نفسها والسيف لو وعد بملاز أمل للجنيات الوضع في المدينة كان خطر جدا والجنيات بيقاتلوا كل اللي بيتنمر عليهم وحتى يبان عليه الخوف منهم وبيتلوا واحد من الناس من شدة الضرب ولما نموي بتحقف اللي حصل وبتلاقي اللي قاتل الراجل مش ندمان وبيعصي أوامرها بتلطع يده بضربة واحدة من السيف اللي كان خلاص استول عليها الناس كلباكي بيروح يفهم جواين هو ليه مقالش على حيثه الفرسان ومنه من الجنيات فاكوان بيقوله انه لازم يحمي كل الجنيات حتى لو كانوا أعداءه وبيعرف ان السيو هو اللي شوه أفكاره وخلاه بالقصوى دي وانه لسا عنده الفرصة انه يحمي شعبه ويغير كل اللي ارتكبه في حياته في الوقت اللي كان بيرلين بيعاني من الجرح اللي في صدره في صمته وكان نموي بتطلب منه النصيحة علشان السيف كان بيتحكم فيها بشكل كبير وبنصح انها تلجأ لمالك الجليد هو اللي هيسعدها ويريس كان طول الوقت بيتحاول انها تتقرب من بيم علشان بالتبعية تكون ورائبة من نموي وجلها الفرصة اللي تعرف تقتلها فيها بس مين بتبعدها عنها في الوقت اللي بيرسيبال بيقتحم الخيمة اللي فيها جواين علشان يهربه جواين بيقوله ان رجلية تشلت ومش عارف تحرك ويطلب منه انه يهرب بسرعة ضربه علشان بيخالف امره قدام الكل في الوقت اللي كان الكل مجغولين فيه كانت قريس قتلت عدد وولعت فيه واخدت قوس واسهم وكام سلاح كده ومشت علشان تقتل بيهم نموي بعدها بتقتل حارس اللي على البوابة بعد تغيير نوبات الحراسة وبتاخد المفاتيح وبتخرج وطبعا محدش بيشوفها في الوقت اللي كانت نموي لحظت مرض ابوها ميرلين وبتحجج بين السبب شوية ببرد ولما مش بيعرف يرجعها انقرارها بيتفق معا انها تدي له الفرصة ان يقابل هو اوسر علشان استشعر ان يتوا يخون ولا يلتزم بكلمتهم ارسل كان بيحاول ان يخلي كل الجنيات ايد واحدة وما يتفقوش ضد نموي بعدما قطعت ايد واحد منهم وبيقول العجوز ان دي اخر فرصة لهم وهو اللي يختار يحاربوا لعداء ولا يقتلوا ببعض في الوقت اللي كانت مرجانة في غرفة نموي بتدور عليها لما فجأة بتظهر الارمالة السودة اللي بتأكد ان مرجانة شايفها علشان مساء سحر كالي وبعندها قدرة غير طبيعية على الرؤية حتى الكينات الخفية ولما مرجانة بتسأل اي اللي جابها هنا ولو كانت جاي علشان تسحب روح نموي الارمالة السودة من غير ما تتحرك من مكانها بترميها على الحيطة وكانتها تخنوها ولان النموي دخلت الغرفة في اللحظة دي ساعتها نموي ما بتعرف ان مرجانة عاوزة تمشي بتديها السيف وبتخليها تهرب من نفأ سري في المدينة بعدها الكل كانوا بتحركوا علشان يروحوا ويركبوا السيفون ويهربوا من العالم ده المكان تاني جديد والناس كلباكي كان بيتعاقب وسيو كان بيجلدوا علشان خلفوا ونعرف ان سيو من البداية حافظ على حياته ورباه على الانضباط والقصوة علشان حاجة واحدة بس انه يقدر استشعر مكان الجن اللي زيه خيمة تانية وما بتحركش وقتها كانوا الجنيات على الشطو بيشوف السفن جاية في البحر في الوقت اللي كانت نيموي في القصر لوحدها لما بتحس بحركة غريبة وكانت دي إيريز جاية تقتلع بس من حظان كان في جند جايب لنيموي رسالة من أرصر بيقول فيها انهم بيركبوا السفن دلوقتي والحيان الرسالة دي كانت مزيفة في الوقت ده كانت مرجانة في الغابة وبتشوف سيليا اللي بتطلب منها انها تروح معها الكهف علشان تبدأ تدريب على السحر باستخدام السيف ساعتها مرجانة بتقوله ان السيف مش بتاعها وانها محتفظة به لنيموي مش أكتر فسليا بتقولها ان قدرها أعظم من قدر نيموي اللي هتموت قريب ونيموي بعد ما رسالة جات لها بتروح تسلم نفسها للملك أسر بفاجئ ان السيف مش معها وكان عايز السيف قبل أي حاجة وكان موجود وبيبدأ يوقع بينها بين الملك وانها بتخدعه وتستألي به يقوله ان لو سابها لهم ما يعرفوا منها بطريقتهم كل حاجة ومكان السيف بدقة يقولون ان لو سلمهم الساحرة دلوقتي السيف هيكون عنده مع الغروب وبتبخنها بينهم على ان نيموي تسلمهم السيف فلما بتعرف ان برسيبال فقبضت الفرسان الحمر بتتفوض مع الملك على انها تسلمه السيف لو أفرج عنه هو وجواين ساعتها مستشار الملك بيهمس له انه لازم يفكر في طلبها لان الفرسان الحمر لو حصلوا على السيف هيكون في كلام تاني وعمرهم ما يتخلوا عنه مهما حصل واتحكرت المرجانات سللت المعسكرة علشان تحرر نيموي وكان معها السيف وفجأة بتشوف الأرمال السوداء اللي في لحظة بتحجمها بس المرجانة بتطعنها بالسيف تقتلها وعشان ده السيف الملوك الأوائل وسيف سحني كان هو الوحيد اللي يقدر يقتل كيان بالقوة دي على الشتة كانوا الجنياب بيستعدوا علشان ركابوا السفد لما بتفاجئوا برمات جيش كامبر بيهجموهم من كل اتجاهه وبيقتلوا فيهم لأن البحر من أمامهم من عدوه من خلفهم وما كانوش عارفين يعملوا ايه وأصلا ما فيش مكان يستخبوا فيه بل كله بيهربوا وبيحاولوا ويوصلوا للسخور ويستخبوا هناك بس رجال كيمبر كانوا كتير جدا والحرب بينهم كانت شارسة وقتها كان سيو أمر الفرسان بينهم يحربوا جيش أوسر ويجبوا له نموي بأي شكل اللي بيساعد الجنيات بقى كانت العصابة اللي بيمكنت عاشت معاهم فترة وده علشان ينتقموا من كامبر وبنته دا جمار وبيتولوا عدد كبير من جنوك كامبر والمعركة بتفضل لغاية بالليل في الوقت اللي كان الناس كلباكي قتل للرجل اللي بيعزب برسيبال وحرروا علشان يهربوا من المعسكر ومنتهيش بي الحال زيه ونمي عشان كانت طالبة النوم يسلموها جواين بيسلموه لها بس جس هندا ساعة نموي بتغضب وسحر الخافين بيظهر ويتمكن منها فجأة قوتها بتمفجر في المعسكر كله زي القنبلة والناس كلباكي هو بيهرب برسيبال بيعترض طريق الجنود وبيتقتلوا معاه وبيخلي برسيبال يهرب بأقصى سرعة ويخرج من المعسكر وبيتر عدد كبير منهم بس لما بتكتروا عليه وكان يقتلوه برسيبال بيزر تاني ومعه سيفه بيقول له مين اللي عاوز يموت الأول في لحظة دي الناس كلباكي بيقوم على الرجليه وبيقتل كل اللي كانوا حواليه في لحظة وبيهرب هو برسيبال أما نموي فكانت فقدة الفرسان الحمر وسيو كان يقتلها بس في لحظة دي بتظهر مرجانة اللي اتحولت للأرمال السوداء وبتسلم السيف المسحور لنموي وتقتل سيو بدربة واحد طير بيها ايده وراسه وقتها المعسكر بقى ساحة حرب بين الفرسان الحمر وبينجيش أوسر ولأن ميرلين كان بيموت فمرجانة بتحس بيه وساعتها بيروحول وياخدوه ويختفي من المعسكر وعلى ما بطلع النهار كانوا وصلوا الجبل عند الشلال في اللحظة اللي بيعبروا فيها يريس بتظهر ومعها القوس بترمي نموي بسهمين في صدرات وقعها من فوق الجسر الصخري ساعتها ميرلين اللي كان بيموت بيجري يلحق بنته علشان ينقذها بس مش بيقدر يتمسك بيها وبطوع من الارتفاع العالي ده في الشلال ساعتها ميرلين بيمسك السيف لأول مرة من سنين فجأة بيسترد سحره التاني وعينه بتتواهج وشرار البرق وأول ما يريس بتشوفه في الحالة دي بتعرف انها ميتة ميتة فبتهرب بأقصى سرعة كان وقتها الفرسان الحمر ووصله وبيهجموه فبيقتلهم كلهم ويوقعهم في الشال زي ما حصل مع بنته وساعتها بيعمل تعويزة البرق وبيخلي صواعق البرق تضرب كل مكان بس إيريس كان حظاه من حديده ومش بتتصاب فبيرفع السيف تاني في السماء وبيمتص صواعق البرق من حواليه وبيشاور بإيده على الفرسان يقتلهم بتخرج من إيده كل الصواعق اللي امتصان من السماء وبيقتلهم كلهم بعدها بيتمسك بمرجانة بيقول تعويزة تانية في لحظة البرق بيلفهم بيختفوا من المكان وبينطلوا المكان تاني بس مش عارفين فين في الوقت اللي كان بيرسيفال مع الناس كلباك اللي بنعرف أخيرا ان اسمه الحقيقي هو لانسيلوت اللي حياته تغيرت بسبب بلد صغير في شجاعة ميت راجل وبنكتشف بعدين ان إيريس راحت لزعيم الفرسان الحمر ومنضمت ليهم مكافئة عشان هي اللي قتلت نيموي بس زي ما شفنا في البداية ان الموت مش هو النهاية معنى كده ان النيموي لو كانت ماتت يبقى تتحول وتبقى الجنية سيدة البحيرة اللي في كل الأساطير والوقات هنا بيخلص مسلسلنا لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا أشعار بكل جديد بنعملوا